كما الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعدد من الأعمال الانشائية بالطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تفقد الأعمال الانشائية في محور المستشار عبد المجيد محمود كما تابع معدل تنفيذ كبري ربط محور رئيس الرزق بمنطقة المقطم واطمعنا الرئيس السيسي من العاملين على معدلات سير العمل واستمع لآرائهم قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية حيث تبع سيادته الأعمال الانشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ومن بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود بطول حوالي 7 كيلومترات الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى والذي ينقل الحركة بين محور الشهيد وصولا إلى منزل المقطم ومنه إلى صلاح سالم كما أنه سيقوم إلى جانب محاور ياسر رزق وسامير موسى والحضارات بالنقل الحركة من منطقة الكورنيش إلى المقطم المحاور الشهيد ومناطق التجمع الخامس بصلاح سالم والسراب لتخفيف الضغط المهور يا فنم على شارع 9 سيادتك وعلى المحاور ياسر رزق تم إنشاءه بالكامل إحنا يا فنم بالنسبة للمحاور حضرتك نفذنا كميات حفر الردم فيها وصلت لخمسة مليون متر السيادتك مشرفنا على منطقة أحد المناطق يا فنم اللي وجدتنا فيها صعوبة جامدة جداً أثناء التنفيذ المنطقة دي يا فنم عبارة عن منطقة خور التفاع الردم فيها بيوصل لحوالي خمسين متر المنطقة دي كان فيها تسريبات مية يا فنم نتيجة سوق شبكة صرف الساحل الواتف شوفوا أحمد مايداً ديفا ولا مايداً أنا كنت قلت برضو ما تدرسوا إن إحنا نستفيد بالمية ديت تسوي بقى الأجناب ديت بالظبط يا فنم تعملوا كرنيش للناس ها المدرس يا فنم من عرضه على السيادتك حاضر ها شوفوا إن الحاجة التنميل اللي بيعمل لسواق عشان هيخفف على الناس كلها احنا فنم على فكرة سيطاك احنا خلصنا شيبا خلاصناك بالنسبة التمانين في المية أنا شوف الهايكل البعداني محمول بالظبط يا فنم إن شاء الله يا فنم يا تاتين سبعة دي بإذن الله يا فنم يكون المشروع شغال بالكامل بإذن الله برضو فكروا في النقطة في المطاق دي والإجناب ديت لو انتوا سويناها وخليناها كرنيش لناسة بجانب الطريق ممكن إن شاء الله فنم وإن شاء الله فنم إحنا دلوقتي بيستوصنا نسبة تنفيذ سيادتك في المحور ده لخمسين في المية نحن عاملين شبكة تربط من خلال اللي نحن بنعمله ده مش بس على قد خدمة المقطة لا أكيد فنم أنا قلت الكلام ده حيخدم على صلاح سالم إيه موازل إيه مش كده شكريم كما تابع سيادته معدلة تنفيذ كبري ربط محور ياسر الرزق بمنطقة المقطم بمحور الحضارات ومنها إلى مناطق كرنيش النيل وقد قام السيد الرئيس بالاطمئنان من العاملين على سير العمل وكب الاستماع لآرائهم سيادتك فقط من حديد الوقت وفي في النقطة دي اللي هي عند كبري ربط محور الحضارات بمحور ياسر رزق ستاك كده احنا حققنا خلاص ان احنا عملنا محور شمال التايري محور ساميرا موسى مع محور ياسر رزق مع الامتداد بتاعنا هنا مع محور الحضرات وصلنا لغاية الجورنيشة احنا كنا ما بنفتح شرايين بنسهل على الاس و بنسهل الحركة بتاعت طب ايه تاني؟ احنا هنا يا فندم بالنسبة للكوبري بتاعنا طبعا كان فيه تحديات كتيرة جدا النقطة التانية يا فندم كان عندنا هنا نوع التربة في الارض الصخري بدعت المقطة مهنا كانت صعبة جدا استخدمنا معدات بختلفة شوية في الاسات العميقة طبعا كان اكبر مشكلة عندنا هنا الارتفاعات فجل احنا هنا عندنا الارتفاعات بتوصل لغاية الاعمدة خمسة واربعين متر والكوبري نفسه ووصل لغاية خمسين متر فاستخدمنا هنا معدات شدات خاصة جدا بإذن الله اخر شهر التالتة هنكون خلصنا كل الاعمدة بتاعتنا انت هتخلصوا الشارك ان شاء الله فرح احنا فندم ضغطين ان احنا نجيب قبل 8 ان شاء الله بإذن الله فندم هنعمل نقلة كبيرة جدا في الحركة اه ان شاء الله ربط المقطن بالكورنيش ده حاجة عظيمة انا دايما نسأل السؤال ده واحنا موجودين في اي حاجة اخرى ممكن نستفيد بيها والناس يستفيد بيها ان الناس يستفيد بيها كحركة مرورية يا فندم احنا فندم اللي معادنا هنا اتضح معنا ان احنا محتاجين يوتيرن هنا على الطريق وفعلا دلوقت خلاص احنا بنشغالين فيه وقربنا نخلصه وربطناه مع محور الجزائر طب ايه تاني غير النيوتيرن ده هو ده فندم لو في حاجة برضه اجهزوا العرض انتها هحمدو عرضو عليها كل ساونت طبيعي شكري